أعلن الجيش اللبناني سقوط 24 فردا من عناصره بين قتيل ومصاب ومفقود في حادث انفجار خزان بعكار شمالي لبنان قد أكد الجيش اللبناني وفاة عنصرين وإصابة 11 عنصرا آخر حالتهم حرجة بالإضافة إلى أربعة عناصر أيضا مفقودة بعد أقل من أسبوعين على إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفق بيروت في الرابع من أغسطس من عام 2020 استفاق لبنان على كارثة أخرى من عكار كان دوي الانفجار الذي أسفر عن عشرات القتلى والمصابين من جراء انفجار صهريج وقود في منطقة عكار في شمال لبنان الانفجار أدى إلى زيادة الضغط على المستشفيات في وقت يعاني فيه لبنان منذ أسابيع طويلة نقصا في المحروقات ينعكس سلبا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات عن تقديم خدمتها انفجار يزيد من آلام لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850 تسببت في فقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها فيما بات 78% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر و36% في فقر متقع وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هي مأساة جديدة إذن في وقت يسعى لبنان فيه إلى الوصول إلى تشكيلة حكومة يعلق عليها أمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية ترجمة نانسي قنقر